اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اميز بين كده وكده سهل التمييزي دكتور ولا صعب؟ مش انا مش بعناية بالجهاز اللي انا قلتلك اللي هو الترايكوسكوبي ده هتلاقي الدنيا تحسين ادخال برضو عشان الناس والاب والام ميتوهوش مننا اول ما تلاقي ابنك او بنتك ابتدت تشد شعرها بيسموها كده بالحنية وبالبتاع ومش عارفة ايه واملولها مكافآت على فكرة بتنجح لو قعدتي خمس ست ايام من غير ما تشد شعرك هنديك مكافآة وا 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 بيتحسنه بشكل مرعب وتلاقيهو متحسنه حتى لو الشعر ده تشد من جدوره بيرجع عادي بيرجع عادي خالص بس هي عايزة الام تفضل معاها طول الوقت تفضل معاها طول الوقت بييجوا يقولولي ايه ده انا الكاتب كتابنا عشانا هقولك ايه لها سبب الكاتب الكتاب بعد اسبوع بعد عشر طياب قبل العيد على طول ايه المشكلة هنا انه هيبتدي يتكشف الشعر فبيلقوه مقطوح حتت 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 كده فهو ده اللي ضروري يتعالج فيه الدوية انا هقولكو الاسم الكيميائي بتاعها ده وكوحة مشهور في السوق بيعالجها ده اسمها اسيطايل سيستين اسيطايل اسيطايل سيستين ده اكياس ده وكوحة يعني مشهور اكياس فوارة يعني اكياس فوارة بتتحط الساشت كده اتنين في اليوم ستمائة ميلي مرتين يبقى الف ومتين ميلي من الحاجات لمدة ده دكتور حلق ده كتير شوية لغاية ما يبتدي الشعر يطول الشعر يطول اللي هو اللي احنا التاني بنسميه شد الشعر العصبي ده بنسميه بيعود له اربع شهور خمس شهور الدنيا بتتحسد التاني انه واحد ينسى ان انا ممكن يكون عندي اتنين تشخيص اتنين تشخيص في حلوة طيب احنا بس معنا مدام عفف الو 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 السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اهلا بيك يا مدام عفف اهلا بيك يا فاند اتفضلي اعنينا ليك اتفضلي والله انا كنت عايزة اكلمه كده يعني شعر بيقع بطول وخورة ونجح يعني بجا استرح وكده لا شعر واقع كتير كده في ايدي مش عارف اعمل ايه بصراح او بتلاقيه بقوعه بيملى اه فرشة بحالها وتلاقيه في كل حتة زي ما بنحكي احنا ولا قليل شوية يعني الحجم اللي بيقع عمال يزيد يوم عن يوم او شعر بواقع بتريعني كل ام يزيد عن الأول بس نشعرش اعمل ايه والله اه طيب لا انا هقولك حاجة مهمة دلوقتي بس ركزي معانا علشان نقولها لكل الناس هنجاوبك مدام عفاف بس يا ريت تسمعينينا معنا كمان اه مروه اه شعور عليكم عليكم السلام اهلا يا مروه انا عندي تصلة عندها سبع سنين اه بقالج لتنية بقالها دلوقتي سنتين مش خيالها اي علاق صراحة تعالج ايا فاندي معلش صدفية اصدق شعرهم صدفية عندها صدفية صدفية اه بقالها ادي هي لا الصدفية بقالها ادي عندها سنتين سنتين هي تشخصت انها صدفية في فروة الرس اه دلوقتي فروة الرس دلوقتي دلوقتي مفيش بالشعر في الصيف بس ناطل لوتس بيسمع في رعبتها وفطنها اه يعني بتدى يظهر في الجسم كمان اه بتدى بس انا مش هعارفها هي دي يعني هم الاول وبعدين الروز رفية فانا عايز دلوقتي يعني هي دلوقتي تبقى زي في الشعراء عامنا زي حاضر هنقول لحضرتك طيب اسمعين يا مروة طيب انا جاوب بقى مدام نمرة واحد هي قالت كلمة انه لقوطها منها قالت الشعر بيقع بطوله بطوله يعني مش مقصة ودي برضو خلينا يعني فيها ضقة في التعبير نمرة واحد قد ايه الشعر ضروري نعرف كلنا انه زي ما قلنا مرة ميت شعرية بيقع كل يوم كل يوم طبيعي ده الفيسيوليجي انما هي ضروري بقى حتعبها تمسك شعرية من اللي بيقع وتمسكها كده لو كرة خبطت في السبعين في الاخر يبدا الشعرية واقع بجدرها يبدا الشعرية واقع بجدرها ده اللي احنا بنسميه تيلوجين افلوفر يعني ايه ده نوع من انواع تساقط الشعر اللي احنا قلنا تفاعلي وده سهل انما دي سهلة خالق لكن اول حاجة تعمل التحاليل الاتاة هتشوف نسبة الهوموجلوبين عشاء ويه السيرام في الريتين السيرام في الريتين ده اللي هو مخزون الحديد الحديد مهم الى اقصى درجة علشان نبتدي نحافظ على الشعر المهم عندنا ده هتلاقي بعد ما نعرف السبب يعني التيلوجين افلوفر ده ضروري نقدر نعرف سبب التساقط سبب التساقط هل كانت سخنة عشان ما ضيعش وقتهم انه هو تقريبا عشر احداشر سؤال انما ضروري نعرف انه من دول انه وانه كويس تعمل التحليل مقطوعة ولا فيها جدرها واحنا ساعتها هنمشي مع بعض واحدة طيب واحنا كده تليفوناتنا مفتوحة يعني كل يوم مش بس يوم لش النهاردة بس اي لا تتوصل معنا ما فيش اي مشكلة ان شاء الله طيب هي مروه بقى بنتها عنده سبع سنين او تمانية في صدفية من سنتين هو الصدفية بالضبط شكلها تغير احنا زي ما حكينا مرة واثنين وثلاثة واربعة بقت هناك ادوية جديدة اللي هي اللي بنسميها البيولوجية وكنت قلت مرة انها عبها انها غالية غالية الى اقصى درجة بس الحمد لله الدولة بتصرفه في التأمين الصحي وبتصرفه ما شاء الله بسهولة يعني اقتنعوا به لقوا ان عيانة عنده مشاكل او عيانة عندها مشاكل بيصرفوه انا مش هقول التمن طبعا عشان الناس ما تتضيقش مني معاليش بس لما في فرصة ان احنا نجيبه طبع تأمين الصحي فان شاء الله واوعى تنسوا ان كمان الجمعيات الخيرية في مصر بتصرفه كده صدقة طب هي البنت هتعمل ايه دكتور اه الدية هتبتدي دهانات اللي فيه دهانات فاكرة انا كنت دايما اقول لك ترتيب الجيل التالت فيه منه فيه يوريا فيه يوريا يعني ايه فيه يوريا حاجات كتيرة فيها يوريا علشان ترتيب وفيه يوريا فبيقشر الحاجات دي بيقشرها انا بس عايز هتبعد يعني كريمات ترتيب من الجيل التالت بتكتوي على يوريا يوريا عشان بتقشر وتبعد خالص عن الكورتزون لان الكورتزون بيزود الحالة ماشي انا بمحل مشكورك جدا يا دكتور عاصم لا الله يخليك انا تشري فاكريني دايما شكرا جزيلا عشان نكمل واحدة واحدة بإذن الله لنا كلام وللحديث بقية بإذن الله ان شاء الله بشكر حارككم مشاهدين على حسن وطيب المتبع وبكرة بإذن الله بنلطقيكم قبل ساعتين من دلوقتي الساعة 11 ان شاء الله بتوقيت القاهرة وحلقة جديدة من صلاح المصمم